وفي محافظة الأنبار أجبرت المعارك الطاحنة وسيطرت تنظيم داعش على مساحات واسعة من المحافظة أجبرت ألاف العائلات على النزوح والعيش في مخيمات تنعدم فيها أبسط ظروف العيش تتحدث أرقام رسمية عن وجود 25 ألف عائلة نزحت من الفلوجة والكرمة إلى العامرية هذا وشن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات اعتبرت الأعنف منذ احتجاز التيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم داعش حرقا جاء في بيان للقيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استادفت قوات داعش في العراق وسوريا في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية للمزيد ينضم إليه من البنتاجون مراسلنا جوتا جوتا تفاصيل أكثر حول هذه الغارات التي اعتبرت الأعنف منذ مقتل الكساسبة هي من بين الغارات بيرتا التي تعتبر الأعنف منذ بدء العمليات الجوية في الثامن من آب الماضي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أكد أنه طبعا بعد قتل الطيار الأردني سيكون هناك اتجاه آخر بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا بالنسبة لدول التحالف في التعاطي مع تنظيم داعش لكنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف عما إذا كان هناك اتجاه واضح لمضاعفة العمليات الجوية مما لا شك فيه أن هناك قلقا لدى البنتاجون من أن تسقط مدينة كوباني مجددا بيد تنظيم داعش ولهذا السبب نرى أنه في الأيام الثلاثة الماضية الضربات الجوية في محيط مدينة كوباني شكلت نحو 35% من حجم الغارات وهذا وفقا لبيانات القيادة الوسطى طبعا هناك أيضا مخاوف أخرى لدى البنتاجون من أن تسقط مصفات مدينة باجي أيضا في أيدي تنظيم داعش لذلك نرى أنه كلما طردت هذا التنظيم من مدينة نلاحظ أن قوات التحالف والقوات الأمريكية تكثف غاراتها للحفاظ على النجاحات التي حققتها شكرا جزيلا لك جو تابد على كل هذه المعلومات من البنتاجون